هلأ الفلافل معروفة أنه الفلافل اللي أكلت الفؤرة صحيح هل الفلافل كمان لبنانية ولا أصلا مصري أكتر لأنه نحن نعرف مصر هي زيطة اللي بيسموها الطعمية أو بتشبه لها صحيح بس أنه لكان بنا نعرف إذا هي لبنانية شرق أوسطية كتير مصرية بس أو فلسطينية سورية بس شو أصل الفلافل كتير مهم نضوي على فكرة أنه هيدا التولاس مشترك لكل المنطقة إن كان الحمص أو البنقوشة أو الفلافل بس عنده جذور بمنطقة معينة هي مش دائما بتتناسب مع الحدود الحالية ما في أي شك أصلا من مصر هي جاية من الطعمية بس في شيء كمان يمكن أقدم من الطعمية كمان بمصر هي أنه في ذكر بكتب طبيق لشيء اسمه إسفرية بيضمن شيء اسمه المزورات لهي كل الأكل اللي بينعمل بلا لحم بس بيشبه اللحم وبينقلة بيسموه المزور اللي هو منه لحم وبيحطوه عادة بكتب الطبيق بوقتها كأكل الصيام للمسيحيين فممكن كمان كون هالفلافل يكون شيء طوروه الأقباط بمصر لا يستهلكوه بفترة الصيام ما ننسى الأقباط ما بيسموه أربعين نهار بيسموه أكتر بكتير لحيد الفصح ففي ضرورة لأنه يكون في وصفات لفترة الصيام من هالوصفات طلعت الإسفرية طلعت بعدين الطعمية ووصلت من مصر على الشرق المتوسط على لبنان وعلى فلسطين وعلى سوريا وهون تسمت فلافل أي كرات صغيرة هلأ فيه التسمية أنه جاي من فول كثير بس لأ نحنا ما في فول شو عملناها ببدل الفول؟ شو عنا بدل الفول نحنا؟ الحمص فحطينا حمص فمنشوف كيف انتقال هالوصفة من مصر كمان خلق أنه تتبدل المكونات طبعا وصارت من أهم طعام الشارع الموجود بلبنان ونقلوها معهم كمان لديا سبورة